السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ممدوح من محل التسعميل للأسلحة. والنهاردة بنعمل مقارنة ما بين البلو تي ار سبعتاشر والايكو الاراس. ممكن حد يقول المقارنة ظالمة يعني. بس احنا هنعملها تحت اي ظرف مفيش مشكلة. قبل اي حاجة بس نقول لكم رمضان كريم وربنا يزول عنا نقوم دي ان شاء الله بخير. والنهاردة هنقول لكم مواصفات كل واحدة فيهم. معاني الافضر ولو هتشتري تشتري انهي لو تعرض عليك الاثنين ان فرق السعر منهم مش بعيد اوي يعني. طيب. بالنسبة لبلو تي ار سبعتاشر. تسعة ملي. اه بينزي منها الونين. اه اسود زي ده بالزبط. وفي اسود تاني ويبقى هنا الكبري ده فضي. اه عيار تسعة ملي خازنة ستشط طلقة. اه ماركت بلو طبعا غنيها عن التعريف عشان نتكلم في حاجة يعني دي الماركة الاصلة اللي نازلة. اه دفشك بتاعه اه اكس تاتش تكنولوجي. ده الحاجة اللي بتمسك فيه ده او صعب انها تقع يعني. الامان بتاعه فاردة واحدة. حال. اه من ضمن الحاجات اللي هي هتنفع تترخص لانهي نازلة فيها الماركة. والمودالي. والعيار. والميد ان. والسيريول النمبر. حال. بنانا على القنون الجديد فدي من الحاجات اللي هنفع اترخص. والمن قدام بيبقى بزد دي الطبقة بتاعه. ممكن تتغير وتتبدل بطبة داخل. بس دي طبقة افضل لان ان طبقة الداخل ايه بممكن تنفس دي عمرنا متنفس. حال. اه الميزان بتاعه بيعمل كيلو ميت جرام. مش اكتر. في حاجات بتعمل اتقل. اهو اطول من الديكل بشوية. طيب نروح للديكل هنشرحه برضو كده في عجالة. وان لو نقول لكلفة من ده ومن ده. وان يدي فضل تشتريه وقت نفعب تشتري. طيب. نلقي كل اراس. تسعة ميلي. خازنا سير الطلقة. مزود. بالجزء ده علشان الالعاب النهارية. شبيه بالزبط. بالزبط هنا ده شبيه الجلوك. ده شبيه بالزبط. حال. وشبيه فيه مسدى ستنس مش فاكره دلوقتي. خازنا الشرطة الاعمان بتاعه اعمان حتتين. هو اعمان تحت مش فوق. امن وهو اصلا فيه امنين. فيه امان شاكوش وفيه امن الواحده. حال. خازنا تصير طلقة. ينفع يترخص. اه ينفع يترخص. في الاسم. في الموديل. وفي وفي الصنعة في. تمام? وفي العيار. ده العيار هو بالضبط. موضح على الجزء الداخلي بتاعه. حل? طيب. ميزانه قد ايه? ميزانه يعمل حسبة 700 جرام 800 جرام. بالنسبة لده بيعمل كيلو ومتين جرام. قوة جدا. بس بدرب طلق دهبي بس. بدربش طلق دهبي بفضي. خفيف. يعني بالنسبة لده خفيف. حل? اه من ضمن الحاجات اللي زي ما قلنا نتنفع تترخص. اه اللي بتنزل زي ما هي بتنزل مصر. يعني بتنزل بالورقة بتاعتها. انا قلنا شوفنا السيريال النبر بتاعها. وده السيريال النبر اللي على الورقة الخارجية بتاعتها. حل? اه الانواع اللي تحب تشتريها. شكلها اشياء كواجها. ده شبه الجروك. طيب انت لو بقى تشتريها تشتري ايه? انت لو بتحب الحاجات الصغيرة تشتري ده. ما تشتريش ده. ان ده ضخم جدا. ده حتى اضخم الزراكي. يعني بص شايف ايه? بالنسبة لك ايدي? ده. ما شاء الله حاجة ضخمة جدا. تمام? حاجة او حاجات قيلة كمان. بينها مسلا القراص وخريبا ايدي كبيرة مش ايه صغيرة يعني. ده القراص خفيف. سهل. وبسيط في التعامل. تمام? طيب. انت لو هتشتري. هتشتري ايه? صراحة الاتنين واجهة المقننة منهم مش بعيد. حلو? بس طبعا انت تفاهمين? ده الاصدار القديم واصدارتها القديمة كلها هتفاهمين? يكون ما نزيدش اصدارات جديدة. ده الاصدار الجديد. فلو هتشتري وبتدور على جاودة ومعروض عليك الاتنين اشتري بلوتي ار. سبعتاشر. طب لو مش بتدور على جاودة او بتدور على شكل اكتر اشتري على ده. اللي يكون اراس حاجة محترمة جدا. تعيش معك لو حفزت عليها. اعملتها ما تلو من ناقل لنفسك. حال? انفعت رخص. اقومي جديد. احاول ما تقعوش لان وقعته وحش. بس. ولو حتاقتوا من اي حاجة تانية زي كده يا ريت تبعتون نا في الرسائل وقتها ما دلنا في الكومنتات وتقولون ان عايزين نعمل مقارنة بين زدس كزا و زدس كزا. حال? ولو حد محتاج اي حاجة تانية يقول لنا عليها. ولو فكرت تطلب اردر هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. موجود في لينك الماتجر بتاعنا. الرئيسي اللي عليه كل الانواع اللي بتتبيعها زي كده بالزبط. بس يا جماعة. والسلام عليكم ومطلاق وبركاته ورمضان كريم عليكم من محل تسع ميل للأسلحة.